يشعل فتيل حماسه سينتج عنه أنواع متعددة من الفضة بأشكالها المختلفة والمتنوعة التي تلبي متطلبات الزبائن والمتسوقين بشغف قديم يمضي علي إلى عالمه الخاص والحميم ففي معمله المتواضع بأحد الأزقة القديمة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة يعمل بتفان منذ ساعات الصباح الأولى حتى آخر النهار في المهنات المتوارثة في عائلته رغم صعوبتها إلا أنها تمثل مصدر دخله الوحيد الصهر والسحب والتشكيل هي مراحل تمر بها صياغة الفضة قبل بيعها ويتم تشكيلها بحسب طلب الزبون بالنسبة لصناعة الفضة يتم صارها وسحبها في المكينة ويتم تشكيلها حسب طلبات الزبائن بمنها لوازم بمنها المناجر التي يستعملونها في الزواجات يلبسونها المهنة هذه موارثة عن الأباء والأجداد كلها حسب التوارث يعني أبوي بجد يشتغلوا فيها وحاحنا بعدهم إنها مهنة صراحة صعبة مهنة بسيطة في أسواق مدينة عتق يزداد الطلب على الفضة الشبوانية التي ما تلبث أن تجتذب دائقة الزائرين وتلفت انتباههم في محلات الفضة حيث تستهويهم لما تحملهم من تصاميم ونقوش مدهشة حيث أصبحت هذه الصناعة الحرفية التقليدية عنوانا ملفتا للمحافظة كما تعتبر أحد أبرز أنواع الفضة اليمنية والتي يزداد عليها الطلب في مواسم العياد والمناسبات الاجتماعية داخل الوطن وخارجه خاصة من قبل المغتربين اليمنين تشتر محافظة الشبوة فصناعة العديد من أنواع الفضة ومنها أبرزها المناجد أي لاحزمة طبعا المناجد منها المناجد العادية اللي يجي عادي بدون أي جناجم بدون حروض ومنها المناجد المجنجنة والمحرزة ومنها بنت البادية ومنها المناطق الحباني الصناعة القديمة ومنها الأطقم الشبواني والشميلات سميلة طبعا المعاصم حق اليد طبعا عليها طلب كثرة في شبوة فالذات في مناطق ثانية غير شبوة عليها طلب في مناطق محافظة ثانية في شبوة وبرضة خارج اليمن مثل السعودية والأمارات تعتبر مهنة صياغة الفضة من المهن الحرفية العريقة وجزءا أصيلا من تراث محافظة شبوة الضالب في جذور التاريخ ولا يزال بريقا يشع منذ القدمي حتى اليوم أبو بكر حسين لك أناتي بلقيس شبوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر